أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان بعد الرد الأول لحزب الله على انفجار أجهزة البيج بيجر والأسلكي التي أسقطت قتلى وجرحا قبل أيام أضاف جيش الاحتلال أن الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله لفتا إلى نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها مستعدة تماما لإحباط التهديدات توتر متزايد وتصعيد متواصل شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة على خلفية الضربات المتبادلة بين عدوان إسرائيلية على الجنوب اللبناني والرد من جانب حزب الله بقصف شمال إسرائيل في هذا الإطار أعلن حزب الله اللبناني استهدف قاعدة ومطار راما ديفيد بعشرات الصواريخ وذلك من طراز فادي واحد وفادي اثنين للمرة الأولى التي يستخدم فيها هذان الطرازان من الصواريخ كما التي تستهدف فيها قاعدة ومطار راما ديفيد خلال الصراع الجاري حزب الله أعلن أيضا أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا وذلك في رد وصفه بالأولية على تفجير الألاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 115 تهديدا جويا تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل لافتا الاعتراض عدد منها في منطقتين حيفا والناصرع جيش الاحتلال أضاف أنه قصف أهدافا لحزب الله في لبنان بعد الرد الأولي للحزب على انفجارات أجهزة البيجر واللسلكي التي أسقطت قتلى وجرحى قبل أيام وأكد جيش الاحتلال أن ضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله اللبناني لافتا إلى أنه تم نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات هذا ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر الماضي بعدما فتح الحزب ما وصفه بجبهة إسناد لأهالي قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع